الملك الحمد بن عيسى مملكة تايلاند وتمنياته لشعب البحرين الطراد التقدم والرخاء ورحب جلالة الملك المفدى برئيس الوزراء التايلاندي وكلفه بنقل تحياته وتمنياته إلى جلالة ملك تايلاند ولشعب تايلاند أصديق باستمرار التطور والازدهار وأشاد جلالة الملك المفدى بالنتائج الطيبة والمثمرة التي حققتها الزيارة الناجحة لمعالي رئيس الوزراء التايلاندي للبحرين على صعيد توطيد مسيرة التعاون الثنائي في كافة القطاعات الحيوية معربا جلالته عن شكره وتقديره على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي قوبل بها جلالته والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة البحرينية تايلاندية فيما رحم معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند بجلالة الملك المفدى وبزيارة جلالته والتي تشكل منطلقا جديدا لتوسيع مجالات التعاون الثنائي معربا عن عميق الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على ما حظي به من حفاوة بالغة خلال زيارته الأخيرة لمملكة البحرين وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الوثيقة والمتنامية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات والخطوات التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات الودية التي تنطلق من حرص قيادة البلدين على دفعها وتطويرها إلى أفاق أرحب وأكبر من التعاون الثنائي وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار علاقات البلدين المتميزة وأكد حرصهما على توثيقها وتطويرها في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية وصولا بها إلى على المستويات من التعاون المثمر والبناء وأكد جلالة الملك المفدى أهمية استمرار الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين وتبادل الخبرات والتعزيز والتواصل بين القطاع الخاصي والمشاريع المشتركة فيما يسهم في تعزيز القطاعين التجاري والاقتصادي والاستثماري من جانبه أعرب رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على ما لمسه من حرص جلالته واهتمامه بتعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون مع بلاده وكان جلالة الملك المفدى قد وصل بحفظ الله ورعايته مملكة تايلاند هذا اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته معالي السيد أثانيتي دسا ثمينارج مستشار جلالة ملك تايلاند والسيدة أبيرادي تانترو بورن وزيرة التجارة التايلاندية وسعادة السيد عادل يوسف ساتر سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة